شهامة شاب سوداني بطرت ايده عشان ينقذ سيدة مصرية. خبر بيقول في مشهد بطولي وشهامة بالغة اقدم شاب سوداني اروع الامثلة في التضحية والفداء. وتعرضت ايده للبطر من اجل انقاذ سيدة مصرية من الموت تهسا اسفل القطار في محافظة اسيوت جنوب مصر. شهدت محطة قطارات اسيوت حيث توقف قطر قاهرة اسوان في المحطة ونزلت واحدة من السيدات ومعاها بنتها عشان تشتري بعض الاطعمة من الرصيف المجاور. وفجأة الاطر تحرك. فالست عايزة تركب الاطر هي وبنتها فجالت بسرعة عشان تلحق الاطر قبل ما يمشي ويسيبهم. لكن البنت تمكنت من الصعود بسرعة للاطر. فيما قام شاب سوداني كان ضمن الركاب ان هو يمسك ايد الام عشان يحاول يطلحها للاطر اللي كان بيمشي بسرعة جبيرة جدا. لكنها تعصرت ونزلقت ايدها من ايده وسقطت في الاسفل. فجأة جميع بالشاب السوداني يقفز من الاطر ويلقي بجسده على السيدة ويحاول ابعاد راسها عن العجلات. آآ طبعا مر الاطر وسلت دماء الاتنين سويا وامتزجت ببعدها على الاطبار. على الفور سرعت سيوات الاسعاف بالوصول لموقع الحادث وتم نقل السيدة والشاب للمستشفى. لكن للأسف السيدة آآ يعني ايدها وقدمها اتعرضوا للبتر والشاب السوداني ايده اتعرضت للبتر ايضا. قال الشاب ويدعى احمد المدسر اللي كان موجود داخل الاطر اللي جاي من القاهرة ومتجه لمحافظة اسوان وشاه السيدة وبنتها بتخرج من الاطر لما وقف في السيوط عشان تشتري بعض الاكل والمشروبات من احد الاكشاك الموجودة على المحطة وترجع تاني للاطر. واسناء زلقت حلق الاطر فرست جالت وبنتها لحقت بيها واسناء محاولة الابنة الصعود قام بمساعدتها ونجح في كده الحمد لله تلع بنتها. لكن المجادس الست تركب آآ يعني آآ جاي ساعدها هو بدأ يزيد القطر من سرعته فانزرقت آآ ايدها من ايده وسقطت اسفل القطر. آآ واضاف ان هو ما ترددش وآآ لحظة وقفز من القطر والقى بنفسه على السيدة آآ اسفل القطر وانتشر آآ واخد راسها يعني بعد راسها قبل ما تدهسها العجلات. ولكن القطر كان دهس ايديها وكمان رجلها. آآ كما دهس دراعه. مشيرا ان هما ظلوا عرى الرصيف حتى وصل السياة الاسعاف ونقلتهم للمستشفى. واشهر ان اللي عملوا ده شيء طبيعي جدا وموقفه تفرده الانسانية. واي شاب تاني كان في نفس موقفه هيتصرف بنفس التصرفه حتى لو تعرض للموت. آآ طبعا آآ شهامة كبيرة جدا وجزال لها كل خير وآآ ربنا يشفيهم بازن الله.